هنتكلم دلوقتي مع واحد من الجنود اللي كان لهم دور في هذا التحول الكبير في منطقة عين الصيرة برحب بالمسؤول عن تطوير هذه المنطقة منطقة عين الصيرة وصور مجرى العيون المهندس علاء عبدالعزيز مساعد وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية والمرافق مهندس علاء مساء الخير وشيء الحقيقة عظيم جدا تم في منطقة عين الصيرة مساء النور وأرجو أنك تسمح لي أن أنا هني الشعب المصري على الاحتفالية العظيمة اللي تمت في يوم نقل المميوات وأهنئ كل مسؤول وكل مواطن وكل موظف اشترك في هذا العمل العظيم اللي دل على عظامة الشعب المصري حقيقي بشكر حاجة طبعا على هذه التهنئة ولكن نوضح للسادة المشاهدين اللي منهم معداش على بحيرة عين الصيرة زمان ونقول له أهمية اللي حصل وياريت الزمرة يساعدونا ويجبونا الصور قبل وبعد ونشرح للناس أهمية الجهد اللي اتبزلوا وأن يكون في قلب القاهرة في قلب الفسطات القديمة مكان متحضر زي إحنا شايفينه قبل وبعد اللي تحت دا كان جرافيكس قبل ما يتم لكن الصورة الحقيقية مبهرة وياريت نستخدم الصورة الحقيقية أفضل بعد ذلك تمام اسمح لي أقولك في البداية أن مشروع تطوير عين الصيرة من مجموعة مشروعات كبيرة بتقوم بها الحكومة في الوقت الحالي لإعادة القاهرة الجميلة لرعونقها العظيم بحرة عين الصيرة مساحيتها حوالي 63 فدان المنطقة عين الصيرة كلها بالكامل احنا طورنا المنطقة بعد ما كانت عبارة عن مقلب للقمامة ومقلب للحيوانات النافقة وابتدينا نطور المنطقة أولا العين البحيرة في حدود 23 فدان ابتدينا بنقل البيوت اللي كانت موجودة هناك والأسر اللي موجودة هناك كانت حوالي 65 أسرة تم نقلهم إلى حي الأصمارات في مكان راقي يرتقي بوجود أهلينة في هذا المكان مكان يحتوي على خدمات ومرافق عامة وهو حي الأصمارات بعد كده تمت عملية الإزالة للبيوت اللي كانت موجودة داخل بحيرة عين الصيرة وتكريك البحيرة ورفع المخلفات ونقلها للمقلب العمومية والتي أصبحت بعد كده بالشكل اللي حياتك شايفه احنا في حوالي 13 فدان مناطق خضرة ومتنزهات في ممشى سياحي جميل جداً بطول حوالي 2.5 كيلو متر في كافيتيريا بمسطح حوالي 900 متر بالإضافة إلى جزيرة استوائية داخل العين مسطحة يقرب من 1200 متر مربع ثلاث مطاعم مجهزين على أحدث الأجهزة موجودة جوى الجزيرة عين الصيرة بمسطح حوالي تراوح 1.5 فدان في مجموعة نوافير حوالي 5 نوافير موجودين مضيقة بتشتغل تم تزويد المنطقة بكهرباء حوالي 3 ميجا واط تم عمل شبكة ري للمنطقة بطول حوالي 6000 متر شبكة حريق بطول حوالي 1800 متر دي كانت أعمال التكريك لما روح نظرناها تقريباً من سنة وكم شهر سنة وشهرين مثلاً كانت أعمال التكريك شغالة في البحيرة وتوسعتها كان جهد عظيم جداً يا دكتور وأن الكلام ده تتوسع البحيرة بعد ما ناسكت تعدت عليها يعني وجوز منها كانت ردم بالضبط يا فندم لأن كانت فيها بيوت منشأة حوالين العين وكانوا بيرموا مخلفات الصرف الصحي داخل العين احنا حالياً بنعمل كومباكت يونت لتحليط وتطوير المية عشان تظل رائحتها هي المفروض مية كابريتية صح يا دكتور هي مية بالضبط يا فندم بالضبط ولكن في الوقت الحالي احنا بنعمل كومباكت يونت علشان نخليها مية ريحتها نقية بعد كمية الصرف الصحي اللي تم القاءه على البحيرة المحاور حتى المرورية اللي اتعملت حواليها يعني شيء الحقيقة برضو راقي إن أقدر أوصل للمنطقة دي بسهولة وأخرج منها بسهولة لأن متوقع وده حصل بعد حتى افتتاح المتحف القومي للحضارة ونقل المميوات إن بدأ الناس كتير تروح للمكان ده وتتعرف عليه كأنه أول مرة يجي قاهرة أول مرة يعدي على المكان ده تطوير المحاور اللي تم حوالين عين السيرة وحوالين متحف الحضارة خلى السهولة المرورية للوصول للمتحف ولعين السيرة في متهة ثلاثة في الوقت الحالي يعني الحقيقة وحرك بتتكلم والصور اللي شغالة يعني واضح إن فيه جهد بيتم في مصر القديمة مش بس القيارة طبعا كلها ولكن منطقة مصر القديمة نتمنى كمان إحنا نشوف صور مجرى العيون والمنطقة الأسرية اللي في صور مجرى العيون إنها تنتهي قريباً هل في معاد محدد يا فندم للمرحلة الأولى مثلاً تكون ظهرت؟ مجرى العيون يا فندم إحنا إن شاء الله بدون مقاطعة 36 حيكون منتهيين من كافة اللي بتنفي الزناك إحنا بتنفي الزناك حوالي 79 عمارة سكنية ارتفاعاتهم بتتراوح ما بين أرضي وست أدوار وأرضي واربع أدوار وأرضي وخمس أدوار وأرضي وثلاث أدوار بالإضافة إلى منطقة تجارية داخل التسعين فدان تم تجهيزها وتطويرها في المنطقة في الوقت الحالي برضو إزالة المنازل اللي كانت مبنية بشكل عشوائي في المنطقة ورفع المخالفات ونقلها للمقالب العمومية وحالياً إحنا في طور الإنشاء للعمارات السكنية والمنطقة التجارية داخل صور مجرى العيون أرى بشكر حرك شكراً جزيلاً مهندس علاء عبد العزيز مسؤول التطوير في منطقة عين الصيرة وأيضاً مساعد وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية شكراً جزيلاً لحضرتك وتسلم إيد كل واحد شغاله بيجتهد في هذه البلد عشان تكون من حال إن شاء الله إلى أفضل حال